اشتركوا في القناة 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 نضيف القشرة نضيف القشرة نضيف القشرة سوف نضيف القوام نضيف القشرة بإمكانه عشق نضيف القشرة سوف نضع 150 غرام الزبدة ضروري تكون مخرجة مثلها من قبل لكي تساعدنا على الخدمة كما قلت لكم تختاروا أي نوع الزبدة اللي تفضلوا ممكن تضروا مارغارين والزبدة الممتازة نضيف عليه السكر لكي نحاول نتحنها شوية نضيف عليها واحد كيس الفاني لكي نسموها المكونات واللي كي تبغي القرفة راه ممكن تنسموها بالقرفة دائما كيبقى الضوقة كيختلف من واحد الواحد سوف نحاول نخدم ذاك السكر مع الزبدة مع الفاني مع دي قبيصة ديال الملح نضيف ذاك كاز ديال السكر حتى كي نعفوان كاز ديال الزيت بعد مما نخدم ذاك شي كامل حتى كي ولي عندها شكل بوماد عادي نحاول نخدم بزيان بزيان حتى ينتج من ذاك المكونات ونضيف واحد جوش حبات ديال الفروماج مطلت صراحة كي توتمها بشكل جيد ذاك الفروماج غير تجربوه بعد نحاول ندخل ذاك الفروماج مع الزبدة مع الزيت مع السكار مع قبيصة الملحة مع الفاني نخدمه مزيان براحة ديال الكفح حتى ينتج من ذاك الخليط كولي على شكل كريمي عادي كساعة نكمل باقي المقادير معكم إن شاء الله صفي هناك كما كشترى اللون تغير تماما بعد ما اختمتك شي كامل على الشكل كما كتشوفوه من بعد غادي نزيد ذاك حبة البيض غادي ندخلها بعض المكوينة مزيان حتى ما يكون في الرقمات نضيف ذاك الكوكو لباقي لي لنصف يدخل ذاك البيض نضيف 250 جرام كوكاو اللي بغى يدير 125 ديال كوكاو و 125 ديال الجنجر ممكن نخلط بينتهم بالنسبة لي انا رفضلت ندير غير كوكاو بوحدة يعني اذا كشرا جدرت رابعة اللي بغى تتخلط بين كوكاو والجنجر يعني غدير نسترابعة من كل حاجة سوف هنا غاد نخدم بزيان بزيان كوكاو حتى يدخلي في تلك المكونات عاد نضيف الدقيق شوية بشوية مهم دائما دقيق يبقى على حسب هكذا الخالط كين دقيق اللي كيتشرب كينما كان عرفوك كين ما كيتشربش مهم دقيق بين وبين انا هنقول لكم بالضبطش حال اخذت معي وهنا رضفت واحد الكيس ديال الخاميرة اللي فيه 8 جرام هنحاول ندخل دك الدقيق مع الخميرة وانا كان خلط مزيان وكان بدأ نزيد الطحين شوية بشوية لانه باقي خاصني باقي اندي الخالط متجمعش بالنسبة للعجين ستقدر تاخد ليكم 1-700 جرام في هاد الحدود ستاخد ليكم يعني ما غاديش تاخد ليكم كتر هنا باقي العجين خاصني نزيدو بالنسبة للقاوام ديال الحلوة ما خاصهاش تجي هكا ما نكتروش لي هاد حين لانه خاصة جي شوية مرخوفة جي هكا رخوة ما نقولوش جي مجموعة بززف صافي بعد مجمعتها مزيان كم ما شتو هدا هو الشكل ديالها بعد مجمعتها صافي غندوز ان شاء الله باش نحرب لها كان نحرب لها على شكل أصابي عبره غير هكا بسبعان ديالي 1-4 في الدية من بعد كان نشكلها على شكل هلال بحال شكل الكعبة كم ما كان نشكله تقريبا لكعبة بحال هكا كانتمنى يكون الشرح واضح سفي كان عاود نهز بنفس طريقة واحد الكيمياء ديال العجين وكان بدأ نحرب لها في اليد ديالي وكان بدأ نشكلها على شكل هلال كم ما قلت لكم بحالة نديرو الكعبة هكا نستمر لها الطريقة ان شاء الله كما تشوف حركة القرب عليكم باش تشوفوها وناخد هنا واحد طاوة ونبدأ نستفي هدوك الحبات كاملين على هات طريقة ان شاء الله سوف نستفضوك الحلوة ديالي بشكل عادي حتى كنسالي ديك الكيمياء كاملة وفي هذه الأدناء كنسخ الفران ضروري كي يكونوا يسخن قبل ونقصها حتى كنبغي ندخلها بعد كننقصو عليه باش كتب عليها خطر خطرها ونستمر انا حتى نعمر ديك الطاوة كاملة اللي عندي هاي الطاوة اللولى را عندي عمرتها وندي تاني الطاوة الثانية طفي هنا شكلت الطاوة بجوج سندخلوا من شاء الله الفرن اللي كيكون سخون باعتد غنديرها من تحت حتى كتطيب على افيمت وسطا حتى كتقبط راسعد كنابطها الطيب الملجهة ديالها ورا ما كتاخدش بساف ديال الوقت طغية كتوجد معنا وردو معها لبال هذا هو الحلوة بعد ما خرجناها كمشتوا جاءت محمرة صفي هدا هو الطيب ديالها وهنا جبت هنا واحد الكيميا ديال السكار غلاسي ضروري يكون سبيسيا لكي يكون نقصة كحلى وشوية وكان فنت فيها هايك الحلوة ديال الهلال بشكله قادي بحالة طريقة كما كتشوفوا معي في الفيديو كندوزها في السكار غلاسي حتى كتبردية الحلوة كندوز باش نستفها وحتى كتبرد باش ما كتبقاش كترس معنا ضروري حتى كتبرد الحلوة كندوزها في السكار غلاسي وهناي كنزود لهذاك الفائد حتى كنحاول نسوسها من ذاك السكار غلاسي اللي عندنا زائد ونستمرنا ان شاء الله على نفس الطريقة حتى كنزلي كمية كاملة ديال هاد الحلوة اللي عندي كمية الشمعية طريقة جيد سهلة وبسيطة وفي المتناول الجامع وبالنسبة الكيمية اللي خرجت لي خرجت لي 1 كيلو ومسين وخمسين قرام وبالنسبة التمال البيع ديالها ما بين 60 درهم حتى 70 درهم دائما كيبقى على حساب المدينة والحساب كل واحد باش حال كيخدم وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة تالي ومالي شاكس معكم بطريقة جيد سهلة وبسيطة وصراحة كد جديدة وكتستحق تجربة وكنت منها ما تنسوناش من اللايكات وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش كيوصلكم دائما كل جديد وتبارتجوا الفيديو مع اهل الاصدقاء باش كتعمل فائدة وتبارتجوا الفيديو لما لا مواقع التواصل وهذا هو الشكل ديالها عن قرب كما كتشوفو كتجيز وينة والديدة واقتصادية وكتدوب في الفم كنحاول نقرب عليكم باش تشوفوها هيا بعد محلتها كيفاش ديرا من الداخل وشكرا لكم على تتبو ديال الفيديو الى فيديو قادم بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة